صندوق العراق للتنمية يكشف عن مساراته المستقبلية لحزمة من المشاريع الاستثمارية التي يجري العمل عليها في قطاعات خدمية وزراعية وتربوية تقديم من الشركة الأمريكية لصناعة الإنارة للشوارع والشركة التركية للزراعة الحديثة وهناك الجديد جداً هو صناعة معمل كبير لصناعة الرحلات المدرسية بطاقة إنتاجية 120 ألف رحلة وكذلك هناك مشاريع تتعلق بالطاقة المتجددة ووفق الاقتصاديين فإن الاستثمار يشكل أهمية بارزة في حياة البلدان إذ إنه يعمل على تعزيز الناتج المحلي الإجمالي عبر الزيادة في الطاقة الصناعية وغيرها إلى جانب التوسع في القطاعات الإنتاجية يعد الاستثمار أحد المتغيرات الاقتصادية الرئيسية والمهمة في تعزيز التنمية كذلك إذا الاستثمار سواء كان بشقيه الاستثمار المحلي أو الاستثمار الأجنبي سواء كان المباشر وغير المباشر أيضا يعتبر من هنف المرتقزات الأساسية في تعزيز التنمية وبالتالي خلق فرص عمل جديدة وأيضا في تعزيز الروابط الاقتصادية سواء كان من حيث القطاعات الاقتصادية ويعتمد صندوق العراق للتنمية على استراتيجية جديدة لدعم العملية الاستثمارية لتحريك العجلة الاقتصادية في البلد كونه يعد مرتكزا أساسيا في عملية التنمية المستدامة وفق فلسفة حكومية عملت على تنشيط القطاع الاقتصادي من البوابة الاستثمارية أتير عادل العراقية الإخبارية بغداد